أفد ناشطنا في بلدة الراعي بأن دولة العراق والشام أعدمت ميدانياً خمسة أشخاص من التركمان في البلدة وذلك بسبب مشاركتهم في دفن أحد العناصر الذي قضى أثناء الاشتباكات مع تنظيم الدولة قبل أيام وفي السياق ذاته التقت قناة حلب اليوم من قيادي في الجبهة الإسلامية عماد ديمان بعد نجاته من التفجر الذي قام به شرعي تنظيم الدولة داخل إحدى مقرات الجبهة في بلدة الراعي وذلك بعد استقبالي والترحيب به بغية التفاوض وحقن الدماء والذي أسفر وقتها عن خمسة ضحايا وعدد من الجرحى وفي الحديث عن تفاصيل حادثة التفجير قال ديمان أجأ أتى شرعي من عندهم قال أنا شرعي من شان نطفق هذه الفتنة الموجودة في سوريا ولكن سبحان الله كان يجذب هذا الرجال وجاي بورقة من عمر الشيشاني أن هذا الشرعي تبع الدولة دولة البغدادي بعد ما نحن فترتنا قلتلك منصدق يعني الناس من الفترة أنه إن شاء الله بلك بيطلع منه العالم ولكن أتى وفجر حاله إن شاء الله الله عز وجل هو بيعرف وين رايح والله عز وجل بيعرف نحن وين رايحين طيب ما تم تفتيشه على باب قيادة غرفة العمليات مفتش هو بس ولكن هو جاي بصنف بيلبسه شاكيتات هذا الشاكيت هو الملغم أنا بوجه رسالة للجبهة الإسلامية كمان وللمجاهدين ولجيش المجاهدين وللناس يلي عبد قادل دولة البغدادي أنه ياخدوا كل الحزر إن شاء الله هاي الصارت بتكون عبره لكل الناس يلي هن معنا هذا ودعا ديمان جميع المنتسبين للتنظيم إلى تركه مشيرا إلى أن التنظيم يقوم بإشغال الثواري عن قتال النظام يا أخي والله هذولي إجوا لنصرة أهل الشام ولكن الآن هن عبء على أهل الشام والله لذي لا إله إلا هو عبء علينا الآن والله العدو الصائل موجود ونحن دفشوا اللي عنا وهن صاروا عبء علينا أنا بوجه رسالة لكل واحد عنده ولدي يسحبه وأقرب بقت كان لأني ما لون أماني ولا لون أحد لأني لما أتى عم نحكي معه نحن كلام الإسلام بيجي الشرعي لأنه بقوا مسلم عليه بقوا مفجر حاله هذا اللي صار والحمد لله رب العالمين إن شاء الله نحن إلهم ولغيرهم بالمرصاد بإذن الله عز وجل كان في عدد كبير من قيادات الجبهة الإسلامية داخل المقر والله العداد كانت كبيرة تعرف غرفة عمليات وكذا ولكن الحمد لله رب العالمين استشهد مننا القليل الحمد لله رب العالمين ولكن الأسرة كمان نحن الأسرة اللي موجودين عنا رح كمان تم نعملهم لما عملت الإسلام بإذن الله عز وجل موسيقى موسيقى